هذا الحساب فيه مليار لايك أنا يجيت اليوم رح نشوف كل الحسابات اللي فيها لفي المئة أو أكثر من مئة إذا كنتم متحمسين حطوا لايك ويلا نشوف أول حساب أول حساب معنا اليوم إذا دخلت إلى خانة الباحث وحطيت هذا الـ ID أوكي كل الحسابات في سيرفرنا كل الحسابات عرب أوكي رح يظهر لك هذا الحساب هذا الحساب أنا أتوقع أنه لشخص صانع محتوى يعني أوكي زويتن هات أنا ما عندي معها تواصل وما أعرفه لكن أتوقع أنه حتى هو صانع محتوى شباب شوفوا هذا والتيك توك تبعه وتوقع عنده لفل مئة عنده 243 ألف لايك شيء أسطوري لكن أهم شيء عندنا اليوم هو اللفل مئة خبروني أصدقائي أنه هذا الشخص وصل إلى لفل مئة قبل أكثر من سنة فهمتوا يعني قبل زمان كثير وصل إلى اللفل مئة هلو صح هلو يا صاحبي بدي أشتري كيبورد بس الكيبورد اللي بديه غالي أنت بيعجبك الكيبورد هذا الغالي اللي بدك تشتريه صح نعم أوكي يا صاحبي عادي أشتري وين المشكل من وين أجيب الفلوس كل الناس بيعرفوا بوكت أوبشن من فترة طويلة كثير أيوة بوكت أوبشن هي منصة للدخل السلبي تعال أحكي لك كيف تقدر تشتغل عليها أول شي رح تيجي لهون وتحط البريد الإلكتروني الخاص بك وبعدها رح تحط كلمة المرور الخاصة بك وبعدها رح تحط الرمز الترويجي كود برومو الخاص بهذا اللي طالق أمامكم بالشاشة رح تحطه هون وتعمل هذا المربع وتعمل التسجيل بكل سهولة بعدما ندخل الحساب مثل ما أنتم شايفين لما نروح لهون رح تلاحظوا أن الحساب إسلامي وحلال 100% تقدر تفاعله عن طريق الإعدادات أوكي حاليا رح ندخل صفقة مباشرة أمامكم لما تدخل هون إلى مكان العملات رح يطلع لك الربح تبع كل العملات حاليا رح ندخل صفقة على أساس هوبوت رح نضغط هوبوت ونشوف هل رح نفوز بهاي الصفقة ولا لا أوكي 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 لست جو حاليا إحنا ربحنا الصفقة وحصلنا على 192 دولار أوي شيت يعني تخيلوا دخلت بس بـ 100 دولار وربحت 192 دولار حاليا أتوقع أنه صاحبي بيقدر يشتري الكيبورد تبعه بكل سهولة شو رايك يا صديقي شكرا إلك يا صاحب عفوان يا أسطورة طبعا يا شباب أنتم كمان بتقدروا أركم تسجلوا في بوكت أوبشن على طريق الرابط الموجود في صندوق الوصف ولا تنسوا تحطوا كود بروموهات حتى تربحوا 100% من أول إداع تسووه داخل المنصة طبعا يا شباب الشي المهم في الفيديو اليوم أنه لما نشوف حسابات اللي فيها level 100 أهم شي راح نشوف كم لعبوا من جيم وكم جابوا من كلات طبعا يا شباب إذا دخلنا هون إلى نظرة عامة راح نلقى هون مكان اللعب لو تلاحظوا في هذا السيرفر ملحب كثير جيمات بصراحة يعني تقريبا تقريبا 300 جيم وهذا الشي راح يضر حسابه لأني أنا أتوقع أنه free fire ما راح تخلي level 100 هو أقصى level راح تزيد level أكيد مع الوقت لهيكي شباب مثل ما تتذكروا free fire كتعاملة 99 ألف لايك هي أقصى عدد لايكات ما في أكثر من هيك وبعدين بعد التحديثات صار فيه لايكات أكثر من 100 ألف والناس اللي كان عندهم فوق المئة ألف لايكات نحسبولهم اللايكات ونضافوا إلهم لهيك حتى ال level راح ينضاف طبعا يا شباب هلونا ندخل هون ونعمل المصار المهني لباتل رويال هذا الشخص لعب 61 ألف جيم في الصولو ولعب 24 ألف جيم في الديو وتقريبا 10 ألف جيم في السكواد أنا أتوقعني في السكواد لعب أكثر منه أنا أتوقع خلونا نشوف مصار مهني تبعي مصار المهني أنا لعب 18 ألف جيم في السكواد بس الصولو والديو هم اللي عملوا فارق في حسابه طبعا يا شباب هذا الشخص هو أول شخص معنا ووصل إلى level 100 خلونا نشوف الشخص اللي بعده إذا دخلت إلى اللعبة وكتبت هذا الـ ID اللي ظهر أمامكم رح يظهر لكم هذا الحساب هذا الحساب أيضا يا شباب وصل إلى level 100 easy peasy وبكل سهولة طبعا يا شباب هذا الشخص الشي اللي فاجئني فيه أنه الـ ID تبعه ومش مشهور لو كان ID مشهور لكانوا كل الناس حطوله لايك أوكي لو تلاحظوا عنده بس 10 ألف لايك يعني أنا بعرف ناس يعني عندهم شهرين يلعبوا في ريفاير عندهم أكثر من 10 ألف لايك لو تلاحظوا هون رح نشوف إذا هو لاعب كثير قيمات ولا لا هذا الشخص مسوي غليتش أو مسوي شي غير قانوني بصراحة أقول لكم ليش لأنه احتمال يكون هاكر احتمال يكون أي شيء لأنه لما عملت المسار المهني لبطل رويال عنده 2000 بالسكواد و200 و300 هون أنا متأكد أنه أغلبية الناس اللي قاعدين يشاهدوا هذا الفيديو عندهم إحصائيات أقوى من هيك ومش واصلين للـ level 60 أو 50 أصلا level 60 توقع أغلبيتكم level 65 66 67 هيك أغلبيتكم طبعا يا شباب لو تلاحظوا هو بوصل للـ level 100 أكيد بطريقة غير قانونية أكيد أكيد لأنه مستحيل شي غير منطقي أنك تشوف شخص عنده مصار المهني تبعه كله من وقت ما فتح اللعبة عنده تقريبا أقل من 3000 جيم والله أقل من 3000 جيم مستحيل مستحيل هذا الشيء طبعا يا شباب هذا الشخص أكيد هاكر أو مسوي شي غير قانوني لو دخلت إلى اللعبة وبحثت بهذا الـ ID اللي بعده رح تلقى الشخص أوه بانر الساكورة يا شباب بانر الساكورة كمال level 100 أوه level 100 يا شباب كمان هذا الشخص وصل إلى level 100 لكن شوفوا لي عدد اللايكات عنده لايكات أكثر مني حرفيا أنا عندي 600 تقريبا 700 ألف لايك وعنده أكثر من 700 ألف لايك عنده 735 خلوني أشوف كم عندي من لايك شباب حطوا لايك للصحراوي خلوا يوصل لي 700 ألف ما بقي كثير لازم أنا أول شخص أوصل لي مليون لايك بالعرب توقع أنه في ناس عندهم بس بالهاكر طبعا يا شباب عنده هذا الشخص level 100 خلونا نشوف المصار المهني في هذا السيزون بس شوفوا كم لاحب أكثر من 3000 ألف جيم والله شيء أسطوري جدا خلونا نشوف المصار المهني عنده 73 ألف جيم في السكواد عنده أكثر من 30 ألف بويا عنده أكثر من 360 ألف كيل والله يا شباب الكلام لوحده يقولها بسرعة بس تخيلوا كمية الوقت يلي لازم لك حتى تقدر أنك تجيد 30 ألف بويا أو 360 ألف كيل أو شت كيف سواها أنا في مصاري المهني يمكن عندي 50 ألف كيل أو أقل أصلا أوكي خلونا نشوف مصاري المهني عندي 42 ألف كيل عندي 3000 بويا هو عنده 30 ألف ضعف عشر مرات والله عدد كبير صح أوكي خلونا نشوف الـ ID اللي بعده اللي هو كمان وصل إلى الـ level 100 أتوقع أوه وصل الـ level 100 اللي بعده أوكي أول مرة أشوف هذا الشاكت هذا أول شيء ثاني شيء أتوقع أنه الحساب ليس عربي أنا أتوقع يمكن أوروبي عنده بس 1000 لايك عنده 1000 لايك ما يلحب ما يلحب هاكر 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 دقيقة ملعب هذا السيزون كله هاكر هاكر رسميا عنده 400 كيل 400 كيل حربية تغيلوا level 100 شوف عنده level 100 بـ 40 كيل ومن وين جاب هذا التشيرت أصلا قائمة الأمنيات ما فيه شيء غريب الحمد لله عنده 400 كيل يعني مثلا مثلا هذا عقيد ياسر أوكي هذا معي بالأصدقاء أوكي هذا اسمه ياسر أوكي كنا ها هذا هو ياسر عنده 20 ألف لايك أكثر من هذا الشخص عنده level 67 عنده 6000 كيل 4000 كيل تقريبا 2000 كيل هون كيف انتهب عنده 400 كيل وصل إلى level 100 مستحيل level 67 هاكر أكيد هاكر والله هاكر إما هاكر أو شخص مغير الlevel تبعه عن طريق شركة Free Fire حرفيا حاليا خلونا نشوف الـ ID اللي بعده شوف والله الـ ID أوه level 100 آخر لس جو لس جو اليوم الفيديو برعاية level 100 فقط أوكي اليوم أنا عاملكم فيديو رأأوريكم بس الناس اللي عندهم level 100 daily 12 hour live on أوكي هذا إنسان يعمل لايفات عنده مليون و 400 ألف لايك تقريبا يستحق level 100 يستحق level 100 مستحيل هاكر تقيقة هذا في البطرية المصنف أو اللعبة علقت اللعبة علقت في المصاري المهني تبعه عنده تقريبا 300 ألف كيل عنده 57 ألف كيم 27 ألف بويا أحسن من هداك اللي عنده فوق 70 وعنده 30 ألف هذا تقريبا 30 ألف بس ب 57 ألف يعني هذا أداء بوياته أحسن الريتم الكاضي تبعه يكون أقوى أكيد هذا الشي عنده 7 ألف كيم هون تقريبا 20 ألف كيل عنده هون 9 ألف كيم فصوله تقريبا 2000 بويا يعني عادي نحسها 25 ألف كيل المعدل كل كيم يجيب فيه ثلاث كيلات كل كيم ثلاث كيلات رسميا طبعا يا شفاب هذا هو كان يساب تبع هذا الشخص اللي وصل للليف المئة وعنده فاية المليون أكثر من مليون لايك يعني واضح أنه هذا الشخص يستحق الليف المئة ما مثل هداك اللي عنده 400 كيل بس خلونا نشوف الحساب اللي بعده إذا دخلت إلى لعبة فري فاير وكتبت هذا الايدي اللي ظهر أمامك في الشاشة راح يظهر لك هذا الحساب ليف المئة خلونا نشوف كمان شو قصة هذا الحساب اللي وصل إلى ليف المئة اللي هو أقصى ليفل في فري فاير عنده أكثر من 100 ألف لايك يعني أكيد الايدي تكلم عليه صانع محتوى بما أنه عنده أكثر من 100 ألف لايك الحساب مش قاعد يلعب في هذا السيزون انت وقع لأنه مش مشتري الفاير باس هذا السيزون عنده بس 30 جيم 10 جيمات هون و20 جيم هون لا تصدومني هاكر هاكر أوه والله مش هاكر بس لا هاكر مش هاكر هاكر مش هاكر لا هاكر مش هاكر هاكر بس مش هاكر أوكي 43 ألف 7 ألف 20 ألف الصحراوي كم 6 ألف يعني ما في فرق كبير أنا لفل 81 ما في فرق كبير البطر رويل العادي أنا مش لعب كثير ها شوفه 600 جيم بس 8 ناس يقولوا لي صحراوي أنت لاعب كلاسيك أكثر منه هو لعب رانكت أكثر هو بطر رويل العادي لعب صفر هاي هاي شتان حسب إلو بس بس مجرد 600 كيل بس صراحة يا شباب انتوا اكتبوا لي بالتعليقات هل هاكر هاكر ولا لا فقط أكيد هاد الحساب كان لفل 85 أو 86 وعملوا حركة غير طبيعية ووصلوه للليفل 100 لأنه مستحيل شفتوا ناس عندهم لفل 100 عندهم 300 ألف كيل هاد عنده 43 ألف كيل بس صراحة شي غريب أنا أتوقع أنه هاد الشخص هاكر انتوا اكتبوا لي بالتعليقات هل هاد الشخص هاكر أو لا حاليا نشوفه خلونا نشوف الـ ID اللي بعده خلونا نجيب الـ ID اللي بعده إذا دخلت إلى لعبة Free Fire وكتبت هذا الـ ID راح يظهر لك شخص عنده بانر شخص عنده الفي لفل 100 لفل 100 هم عنده الفي اتوقع صانع محتوى من سيرفر آخر أنا أتوقع لأني ما أعرف هاد الصانع المحتوى فاريحة فاريحة اسم بن عنده أكثر من مليون لايك أكيد هذا الشخص جايبها يا شباب بعرق شابينو أكيد 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 The one and only queen قاعدة تقول والـ ID بحثت عليه بسيرفرنا طلالي I don't know المهم يستطير بالنسبة لي عدد الكلات أنا أتوقعت بحساب مفجر الكلات هاد السيزون بس تخيلوا يعني هاد السيزون لعب تقريبا 3500 جيم رقم قوي كثير دقيقة بس دقيقة دقيقة عنده 28000 كيل في هاد السيزون بس هداك الحساب القيناه ليفل 100 عنده 43000 يعني هاده أكثر من النصف عنده 340000 كيل 24000 كيل هون 63000 جيم تقريبا 30000 بويا الحساب يستحق ليفل 100 وأسفق له على ليفل 100 هو الأول باتروي المصنم أوو شيت سقا اتوقع بسيرفر آخر اتوقع أنا متأكد عنه سيرفر آخر شباب حاليا خلونا نشوف الـ ID اللي بعده صغير جدا الـ ID اللي بعده شوفوا الـ ID اللي بعده فيه ثماني أرقام أكيد ساكورا ليفل 100 لا Free Fire اتوقع تبع شركة Free Fire اتوقع GM Free Fire Instagram GM كذا هاد الحساب فيه مليار لايك هاد الحساب ما فيه مليون الرقم هون لما يكون هون هاي مليون هاي عشرة مليون هاي مليار آه 100 مليون الحساب فيه 100 مليون كيف عملها كيف كيف ولماذا ومتى و احتمال انت يا صديق المشاهد عملت له لايك بدون عدد الكل سفر هاكر هاكر والله هاكر والله اما هاكر او حساب شركة والله اما هاكر او حساب شركة بما انه مكتوب هون اندونيسيا نحس انه الحساب فيه سيرفر اخر في سيرفر اندونيسي اتوقع انه هات حساب تبع شخص بشركة Free Fire عنده لفل 100 عنده 100 مليون لايك حرفيا او شيت انا مجرد ما شفت الايدي صغير حسيت شعور غريب صراحة الواميش يا بوب قلونا نشوف الايدي اللي بعده لفل 100 كل الحسابات اليوم هي لفل 100 كل الحسابات اللتي حطمت لفل Free Fire موجودة اليوم كلها 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 حرفيا 23000 لايك عدد لايكات قليل كل ما تلقى عدد لايكات مبالغ فيه او عدد لايكات قليل اعرف انه الشخص هاكر اعرف انه الشخص هاكر شفته 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 خبرة خبرة زيارة الحسابات في رأسي هذا الشخص هاكر 100% مستحيل شخص يصل الى لفل 100 بهذا العدد من الكلات مستحيل 6000 كل انا متأكد يا صديقي المتابع انت احتمال عندك 6000 كل او 4000 كل ايدي تبعك لسته 50 او 60 لست جو شباب حاليا خلونا نشوف الايدي اللي بعده اغلبية الايديات اللي شفناها هاكر في ايديات اصحابها تعبو حتى وصلوا الى الـ 100 هذا الشخص الـ 100 هب هوب تقريبا 100000 لايك مقبولة كلات هاكر عنده 6000 كل مستحيل مستحيل 6000 كل انا عندي كلات يمكن 42000 كل مستحيل هو وعنده هب هوب هدول الاشخاص كيف قاعدين يهكروا لعبة فري فاير مفهمت شباب هذا الشخص هاكر بنسبة 1000 مليار بالمئة ولرغم انه عدد لايكاته مقبول بالنسبة لشخص عنده 100 لكن خلاص لما يكون عدد لايكات فوق 500 600 400 ألف أو 300 200 ألف أعرف انه الشخص احتمال كبير يكون مش هاكر حاليا خلونا نشوف الـ ID اللي بعد لسه ما خلصوا الـ ID اليوم جايبوا كمية كبيرة من الـ ID level 100 let's go خلونا نشوف هد الحساب أيضا level 100 level 100 2000 لايك احلف ولا لا بدي اسعلكم بدكم يا احلف ولا لا والله انه جايبهم طريقة غير قانونية level 100 ليش لانه عنده 2000 لايك أول شي ثاني شي مش لاعب اصلا في البوياباس يعني اخر ثلاث سنوات مش لاعب فريفاير ثلاث شي شوفوا كم عنده من كل 200 300 200 أنا متأكد انه انت عندك كلات اكثر منه حتى انه نوب لعب تقريبا 500 جيم عنده 20 بوياباس وعنده 200 كل نوب اصلا طالع نوب هذا الشخص فريفاير مو داري اه يعني هذا الشخص معدل على اللعبة فريفاير مطور يعني المهم انا حلفت لكم وقلت لكم والله انه جايبها بطريقة غير قانونية يعني الشي القانوني هو انك تلعب وترفع الليفل هذا هو الشي القانوني لهوك قد وصلنا الى نهاية المقطع وان المقطع كنا لإعجابكم لا تنسوا انكم بتدعموني بلايك واشتراك اذا تحبوا فكرة زيارة الحسابات كل مرة اسوي لكم فكرة مختلفة احيانا الحسابات مرعبة احيانا الحسابات بحطمة الليفل احيانا بدأ بوصل هذا الفيديو الى 30 الف لايك باسرع وقت رأيعملكم جزء اخر من زيارة الحسابات راح تكون حلقة استثنائية مثل هاي الحلقة اذا فني شوفوا كان معكم الصحراوي اسطورة العالم اني راهت